بسم الله الرحمن الرحيم الصورة دي بتوضح طريقة العمل مع البيم طريقة توزيع الملفات هتبقى عاملة ازاي الفكرة كلها ان انا هيبقى عندي فولدرين فولدر الخاص بالقسم اللي شغال وفولدر شيرد مع بيت الاقسام الفولدر اللي هو خاص بالقسم هيبقى فيه المودل بتاعي يعني ناخد مثلا هنا عندي Structure وهنا عندي Articture خلينا مثلا نتكلم على Articture Articture هيبقى عندي فولدر خاص بالقسم اللي أنا موجود فيه اللي هو يعني يعتبر Work in Progress هنحط فيه Articture Model وكل واحد هي يفتح دوه هيتعمل عنده Sub Model او هيتعمل عنده بدل Central هيبقى عنده ملف Local طول الاسبوع هو شغال ويرمي على Articture Model او بيعمل Singularization مع الملف دوه تمام؟ والمي بي عنده فولدر برضو موجوده هوت بيبدأ تشتغل عليه والناس بتبدأ تاخد منه Sub Model وكذلك Structure ولو فيه اي اقسام تانية ممكن تبدأ تعمل نفس الفكرة وفي اخر الاسبوع او ممكن مرتين في الاسبوع او كل اسبوعين مرة حسب الاتفاق فيه شخص معين هو مسؤول عن ان هو يفحص الموديل دوت هل هو سليم ولا لأ لو سليم بيبقى فيه ورقة فيها مثلا هنتأكد من العاصر موجودة واللأ ال Information موجودة واللأ الإسكادولات موجودة واللأ ال 2D مطابق لل3D لما يتأكد ان الموديل سليم والناس يدر شغل عليه وان هو مفيش حاجة واحدة شغل عليها فمسلا نرسم حيطة وما كملهاش يتأكد ان الموديل سليم يروح عمل Detach ويروح حاطة الملف هنا في الArchitecture Transformer في الفولدر اللي هو Shared يبقى عندي فولدر اسمه Worker in Progress وفولدر اسمه Shared فالفولدر اللي فيه Shared دوت الناس بيبدأ يشوف بعض الArchitecture بيبدأ يشوف الMAP ويشوف الStructure وكل اقسام بتبقى عاملة لينكات لفولدر اللي على Shared بيش على الفولدر اللي هو موجود في Work in Progress او معمول على الفولدر خاص بالقسم اللي هو بتاع ال MAP او Structure او الArchitecture دي الفكرة دي بيسهل شغل كتير قوي وكل واحد مثلا بيعمل Update بيبدأ يقول للناس اخواننا خلى بالك وانا عملت Update لكذا او في انا رحلت مثلا مبنى كذا لو احنا نشغالين بطريقة ان مفيش ملف Shared والناس كلها شايفة بعض في نفس الوقت وفي نفس اللحظة لها مزايا ولا عيوب المزايا ان انت بتشوف الحاجة في ساعتها ما تستنعش الاخر الاسبوع بس العيوب كتيرة جدا ان ممكن يكون المعمارة لسه بفكر فبيجرب الجبل حتى هنا لا ما تنفعش الجبل حتى هنا فانت عملا تمشي وراه وعدل كل شوية فبتحصل انت بتكرر شغل بتاعك فده بش يعني بالتجربة الاثنين ان Shared هي الافضل وهي المشاكلة اقل بس ممكن يعني ممكن نكون حمد فين كل اسبوع بس في تعديل جوهري وخلاص التوافق عليه بروح عامل ديتاتش في نص الاسبوع وروح اضطوا هناك اول ما تأكد ان التعديل ده توافق عليه اتمنى ان يكون الموضوع سهل و بسيط وان شاء الله تابعونا على القناة على اليوتيوب هتلاقوا بيت شرح البن